الآن وش عندنا يا عبدالوهاب عندنا نافذة شبابية مع عسامة رضوان والمشاهدين ترى شايفينه عسامة رضوان دخل الآن قدم الشاشة حياك الله أسامة الله يحييك وقيك أخوي عبدالوهاب وحياك الله أخوي عادل سهلا يا مرحب نورنا أسامة وترى الأمانة أنا متفائل جدا بهذه الفقرة لأن أنت ما شاء الله يعني دائما أقدر أقول لك شاطر في اختياراتك مجرد ما عرفت موضوع عنه وموضوع الحلقة وموضوع النافذة هذه نافذة شبابية إثرائية لكم ولمشاهدين الكرام بإذن الله تعالى خلال هذه الفقرة راح نطلع على الشباب حول العالم ممكن نكون في يوم في السعودية بكرة نروح لدولة أوروبية بعد بكرة ممكن نروح حتى لدولة أفريقية برضو مو بش ضرورة نحن نتكلم على الشباب كأشباب ممكن نتكلم عن مصالحاتهم ممكن نتكلم عن أفكارهم بعض الاهتمامات اللي يهتمون فيها يا سلام فبإذن الله تعالى تكون فقرة إثرائية واستحملونا نحن ننتظرك من اليوم مع مشاهدين ترى احنا بنشاهدك الله يسعدكم يا رب العالمين طيب خلونا نبدأ في البداية مع الخبر الأول بحيث استطاعت الطالبة السعودية جواهر العنيزي على الحضور أن تؤكد على الحضور السعودي المتميز بتفوقها في مسابقة أبل العالمية ضمن أفضل ثلاثة متميزين بعد منافسة قوية مع 350 مشاركا من 35 دولة أعلنت الشركة العالمية أبل عبر موقعها الإلكتروني عن فوز الطالبة السعودية جواهر العنيزي من الأكاديمية مطوري أبل الذي تعد شراكة بين أبل وأكاديمية طويك وأشادت بها كواحدة من أفضل ثلاثة تطبيقات متميزة من باع ثلاثمية وخمسية شخصا يمثلون 35 دولة في تحدي سوفت العالمي من شركة أبل وأشاد رئيس شركة أبل تيم كوك بالطالبة الجواهر العنيزي كأول سعودية تكون من أفضل ثلاثة مشاريع متميزة في هذا التحدي وقالت الطالبة الفائزة جواهر شامان العنيزي أنها كانت قريبة جدا من جدها الذي توفي وهي في عمر الخامسة وبعد فترة وجيزة أصيبت بالتلعثم الذي أصبح منهكا لها وبمرور الوقت وبمساعدة والدها تمكن أدو الله الحمد من تعلم طرق التحكم في التأتأة وتعمل الآن على مشروعها في إنشاء تطبيق طفلي أو الذي يمكن مستخدميه من مساعدتهم في حالات التأتأة وأضاف جواهر شامان لم يجعلني والدي أشعر بأنني مختلفة أبدا وأحلم أن يفعل تطبيقي نفس الشي لأي طفل أو شاب يعاني من التأتأة ويحكي تطبيق طفلي قصة جواهر شامان من خلال عيون طفلة تتلعثم ويتميز بشخصيات مستوحى من والدها وجدها ويرشط التطبيق المستخدمين من خلال التمرين التي ساعد على إبطاء تنفسهم وإعدادهم لتجارب الحياة الواقعية مثل قراءة قصة في فصل واستخدم جواهر شامان تقنيات صوتية تساعد في إضافة أصوات تحاكي الطريقة التي يقسم بها والدها الجمال إلى أجزاء صغيرة يسر التحكم فيها وذكر جواهر أنها تطمح في أن تعمل كمبرمجة في المملكة العربية السعودية كما ترغب في نشر تطبيق طفلي على مجر التطبيقات ومواصلة إنشاء التطبيقات التي تساعد الآخرين صراحة؟ يا سلام أنا والله أتمنى أول شيء أسمع تحية الجواهر أسمع تحية لاختيار هذا الموضوع صراحة إذا كان عندنا تحية استهلوا والله يا جماعة استهلوا فعلا تحية كبيرة جدا 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 يعني يقولون الحاجة أم الاختراح فهي طلعت من موضوع الحاجة التي قاعدت تعاني منها إلى ساعدت نفسها وساعدت أي شخص مر في هذه المعاملة يا سلام يا سلام جميل جميل أحبت أسألكم هل في أحد من حولكم قد مر موضوع التأتأة أو تعاملتم مع شخص سواء زميل صديق أخ أبن أنا شفت الموقف حق أمير عسير اللي ظهرت البنت اللي تأتي بعدا قال أنه أنت عاد تكوني معانا في الأمارة وموظفها في الأمارة معنا ماشا الله فهذا كان تعزيز لهذا الجانب شوف كيف الإيجابية عند قادتنا قبل شيء نتكلم عن القيادة الشبابية شوفوا قادتنا كيف تأثيرهم شوف أمير عسير يعني يشكر صراحة هو ما شاء الله الرجل يعني إيجابي بدرجة يعني مهولة تبارك الله ومتفائل وطموح فعلا يعني هو قاعد يستفيد جدا أتوقع أنه أكبر عمره من ولي العهد لكن يستفيد من ولي العهد تبارك الله ودائما هو يردد هذه الكلمة أنه كيف ولي العهد سريع فيه أمور كثيرة ما شاء الله ويبغى إنجاز أمور كثيرة في الدولة بشكل أسرع وأسرع فهو دائما مبادر وإيجابي خاصة في الاجتماعات المثل هذه لأنه هو القائد القدوة القائد هو إيش؟ هو القدوة فقال لا توقفي أنت معنا في الأمارة جميل أيضا أتذكر في محمد القحطاني وهو الفائز بالخطابة العالمية ما شاء الله بالمركز الأول هو يعاني في الأصل من التعتأة ولكن ما شاء الله قدر على أنه يتغلب عليها ويمثل المملكة العربية السعودية في الخطابة على مستوى العالم فأنا أرى أن التعتأة ما هي حاجز بالعكس قد تكون محفز للإنسان أن يجرب وينطلق أكثر وأكثر جاهزين نروح للخبر الثاني؟ متحمسين جميل جدا طيب هل قد قبل كده سمعتوا عن المصالحات مثلا نقول لك هذا الجيل جيل X هذا الجيل جيل Y هذا الجيل جيل Z قد مرت عليكم هذه المصالحات من قبل؟ أنا مرت عليها أسمع أعرف الله معناها بس مرت عليها طيب جميل جدا عندنا ثلاث أنواع طبعا فيه عجال كثيرة لكن على سبيل المثال فيه جيل X اللي هو من 1960 إلى 1979 وجيل Y أيضا من 1980 إلى 1995 ولكن اليوم رح نركز أكثر على جيل Z فماذا تعني بالجيل Z؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وما هي مميزاتهم؟ مصطلح ومسمى جديد تم تداوله بين الأجيال سنتعرف اليوم عن معنى المصطلح الجيل Z وسأتسميته بهذا الاسم وما هي مميزاته؟ في البداية دعنا نقول ما هو جيل Z؟ هو جيل يتكون من مواليد منتصف التسعينات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية من القرن الواحد وعشرين كما حدد الديمغرافيين تاريخ هذا الجيل بين الفترة عامي 1997 و2012 وهم أيضا من يطلق عليهم بجيل الإنترنت فهو جيل يظهر بعد جيل الألفية ليتميزوا بقدرتهم الخاصة في استخدام التكنولوجيا أيضا ما سبب تسمية الجيل Z بهذا الاسم؟ أطلق عليه اسم جيل Z لأنه الجيل الثاني بعد الجيل العاشر ويعتبر أيضا من باب التسلسل الأبجدي للجيل الألفية وهو الجيل الذي ولد بعد التبني الجماعي للإنترنت طيب ما هو مميزات جيل Z بما أننا في عصر التقدم التكنولوجي فيعتبر هذا الجيل هو جيل الإنترنت بامتياز فهو يتميز بمميزات رائعة لسؤول استخدام الإنترنت والأجهزة الإلكترونية ويعتبر أيضا الجيل له فوائد عديدة في مجالات الأعمال مثل على سبيل المثال يساهمون في التسويق الإلكتروني لعلاماتك التجارية ومنتجاتك على منصات التواصل الاجتماعي لأنهم نشأوا مع بداية ظهور الأجهزة المحبولة وشاشات اللمس أيضا يتميزون بالذكاء التسويقي عبر الإنترنت لمعاصرتهم جميع التقنيات ومنصات التواصل المختلفة أيضا يتمتع أفراد هذا الجيل بالمرونة العالية في جميع العمال فهم يتعاملون مع التغييرات الجديدة مع تقنية جديدة ويهتم هذا الجيل بالوظيفة والعمل ويهنظر لها أنها وسيلة مثالية لتحقيق المال يوجد بين أفراد الجيل قدر كبير جدا من التجانس والاتفاق بينهم في التصرفات والأفكار عاصر هذا الجيل أول ظهور للحواسيب في عام 1995 على يد شركة مايكروسوفت ويهتم هذا الجيل أيضا بالألعاب الإلكترونية بشكل كبير والهواتف المحمولة الآن الجيل الألفية هو جيل زد نعم الألفية إلى الآن هم جيل زد الجيل زد بشكل عام زي ما ذكرت لك أنه هو جيل التقنية أيضا واحدة من المشاكل أنه ممكن لو تتكلم معهم عن الأشياء السابقة يعني اليوم أنا ظهر لي مقطع يختص بيتكلم مع جيل زد خنقول بشكل أنه الأجهزة القديمة يعني على سبيل المثال شو تذكر الكاميرا اللي هي فيها التحميط أيوة تطلع صورة أمانتها أنا ما عصرتها ولكن أعرفها أهو أي نعم فهذه واحدة منك طلعنا شيئا بعادة طلعنا شيئا بعادة ولكن كان واحد من الشباب علق عليها أنه إيش هذه لو أعطوه له شريط حق التحميط فأكلم هذه بالطريقة أهو على الفيلم الداخلي على الفيلم الداخلي ترى بالمعلومية البارح في الليل شفت مقطع فعلا لولد صغير طفل أتوقع عمر ثلاث سنوات أو أقل أو أقل لأنه أعتقد ما يتكلم زين يشوف شعارات شركات السيارات ويقولها كلها ما شاء الله أمه بس ترف الشاشة كده هو يقول يقول فولفو ديوتا بي ام كلها يقول الأكثر من 20 تقريبا ماركة ممكن ماركتين أنا ما عرفتها ما شاء الله فعليا جيل فارغ جيل زد من التسعينات هم شيء صح؟ من 1905 يقول نهاية التسعينات إلى تقريبا عادل بدخل نفسه في الموضوع عصه هو مؤمن ما مانش منه ما مانش منه عطنا خبرنا الثالث مؤمن وانا من جيل إذا طيب شكرا لهذه التسريبات اللطيفة حبيبنا عبدالوهاب رح ننتقل للخبر الثالث تخيلوا أنه في سفينة لشباب العالم نعم في سفينة شباب العالم ويبدأ برنامج سفينة شباب العالم أو بدأ بالفعل من سنة 1988 كتطور لبرنامج الرحلات البحرية للنوايا الحسنة للشباب الياباني الذي بدأ في سنة 1967 والذي يهدف لإرسال الشباب للخارج تحت رعاية الحكومة اليابانية في ذلك الوقت كانت نسبة المشاركين ثلث مئة شاب ياباني مقابل خمسين شابا من الخارج ومع ذلك مع تزايد دور اليابان في العالم الدولي أصبح التدويل عاملا رئيسيا في مختلف مجالات المجتمع أصبح تحسين برنامج تتبو الشبابي الدول التي تنفذه الحكومة اليابانية ضروريا ويهدف هذا البرنامج إلى جمع الشباب من ذوي الخلفيات المختلفة للالتقاء من جميع أنحاء العالم ومناقشة القضايا العالمية المشتركة وإجراء تبادل ثقافي والانضمام إلى الندوات وورش العمل التي يجربها الخبراء والمشاركين أنفسهم من خلال القيام بذلك ويتم تعزيز القدرة على التعامل مع القضايا العالمية ويتم التركيز أيضا على الثقافات المختلفة ومهارات الاتصال وتحسين المهارات القيادية والإدارة علاوة على ذلك ومن خلال توسيع وجهات النظر العالمية وكذلك تعزيز روح التعاون الدولي لدى المشاركين وتهدف الحكومة اليابانية إلى تنمية الشباب القادرين على المساهمة في المجتمع من خلال ممارسة هواياتهم ومهاراتهم القيادية في مختلف المجالات في مجتمع العولمة والتنوع حافيت أسألكم سؤال سريع أيوه إذا قالوا لك رح تجمع شباب العالم في مكان زي سفينة شباب العالم رح تجمعهم وين أو في يعني شيء مختلف زي سفينة شباب العالم ممكن ممكن يكون في جزيرة جزيرة حب أنا بالنسبة لي جميعهم في نيوم في نيوم أو في العلا جميع جدا جميعهم في العلا ويلا اهتموا وعطيهم رؤيتنا اللي هم من العالم يعني السعودين يكيد عارفين وحافظينها ويلا انطلقوا علموا الناس رؤيتنا وخليهم ينطلقوا ويتأكدون ويؤمنوا بمشروع وعطوه الآخرين كمان جميل جميل جدا اختراحات لطيفة وكذا تكون فقر تلك اليوم تكرا عافية حبيبنا أسامة والله تكرا عافية ما قصرت على هذه النشرة الأخبارية الحلوة بعدين ذكرت نقطة مهمة يعني الصدق النافذة دقيق جدا في انتقاءات الصراحة جدا شوف ترى نافذة شبابية أنا متحمس جدا لها من أول ما انطلقت الفكرة ومدام كانت مع أسامة رضوان أنا فرحت وفعلا والله ما أجاملك ما شاء الله سببك الله ثلاث مواضيع قوية إيجابية بشكل رهيب أنا متفائل جدا بالفقرة القادمة متحمس لها الله يسعدكم وبدل لكم قد توقعتكم شكرا لك أسامة أعطيك العافية أسامة الله يعفركم أسامة رضوان طبعا كان معنا في النافذة الشبابية وعادل نحن نقول للأستاذ المشاهدين